لن يتوقف هذا الأمر ما لم نقف في وجهه جملة تبدو بديهية للكثير خاصة عندما يكون المشار إليه هو وباء فتك بالمئات وما زال يهدد حياة ملايين البشر ولكنها بالنسبة لمنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن رسالة تحذير للمجتمع الدولي من تجاهل الوضع الصحي في البلاد وغيى بدعم جهود مكافحة وباء الكوليرا التي تتطلب تدخلا عاجلا وجدا تواجه اليمن تفشيا ضخما لوباء الكوليرا مشابه للتفشي السابق الذي انتهى في شهر مارس الماضي غير أنه ظهر مجددا بشراسة أكبر وسرعة أكبر لينتشر في كافة أرجاء البلد بلغت الحالات المشتبه إصابتها 90 ألف حالة وأكثر من 700 شخص لقوا حتفهم نحتاج إلى موارد وإلى دعم من المجتمع الدولي كل يوم تأخير في الاستجابة يتسبب بزيادة عدد المصابين والضحايا كما هو الأمر مع حجم الاحتياج إلى الموارد المطلوبة لمكافحة المرض أيضا هذا ما أشار إليه جيمي ماكولدريك في بيان سابق له طالب فيه الدول الأعضاء بتقديم الدعم للمساعدة في تفادي ما يمكن أن يؤدي للمزيد من الدمار حسب قوله التعهدات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر المانحين بجنيف مؤخرا هي أيضا ما تطالب به المنظمة الدول للوفاء بها خصوصا وأن تمويل عمليات الإغاثة حاليا يعتبر ضرورة ملحة في إنقاذ الأرواح الدعم المطلوب لا يقتصر على الدعم المادي فقط بل حتى السياسي كما ذكر في بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مطلع الشهر الماضي وذلك لتسيير المتوفر من المساعدات التي تفيد تقارير الأمم المتحدة أنها تجد صعوبة في الوصول لمن يحتاجها في الوقت المناسب بسبب التأخير الإداري في الموانئ والعقبات التي تعترض طريقها والتدخل في توزيع المعونات وكذا الحصار المفروض على مدينة تعز من قبل ميليشيا الحثي والمخلوع في هذا السياق جاء مؤخرا تصريح لوزير الإدارة المحلية ورئيس اللجلة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح كشف فيه عن توقيع اتفاق ينص على تأجير مساحة في ميناء المعلى يخصص لاستقبال المساعدات الإنسانية مع برنامج الأقضية العالمي فهل ستسهم خطوة كهذه في تسهيل وصول المساعدات لمحتاجيها وتجنيب المواطنين كارثة صحية وشيكة؟